وعودة إلى جولة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تم تنفيذها خلال السنوات المعدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية والتي تم بناؤها عبر العصور التاريخية بما يعكس دخامة الأعمال المنفذة في وقت قياسي وخلال جولة التفاقدية للوقوف على سير العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي على أن الحكومة تعمل على قدم وصاق للانتهاء من تلك المرحلة مشددا على قيامه بتوجيه المسؤولين بالالتزام الكامل بكافة موعيد التنفيذ التي تم الاتفاق عليها مشيرا إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهذا التحدي الكبير تمهيدا لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها والإعلان عن مصر الحديثة وشددا على أن مشروع العاصمة الإدارية سيمثل عنوانا للجمهورية الجديدة ومرأة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها معانيها